موسيقى واليوم معانا أخونا أبو نورة من قناة البندر 2500 يا هلا وسهلا فيك أخوي أبو نورة يا هلا وسهلا بالجميع واليوم أنا مع أخونا بكر أزهر من قناة سعودي أوتو واليوم راح أعطيكم وجهة نظري كسائق لسيارة التانك 500 أخوي أبو نورة يلا خلينا ننطلق ونجرب السيارة توكلنا على الله فضل بزيد فضل أبو نورة خلينا أعطيك نبذة مبسطة عن السيارة التانك 500 سيارة التانك 500 سيارة دفع رباعي حجمها كبير طبعا هذه السيارة فاخرة ويتجبي محرك ستة سلندر سعة ثلاثة لترات مرتبطة بناق الحركة من تسع سرعات لتعطي قوة حقيقة بشبوها مثل البحش واو صراحة يعني على الرغم ارتفاع دارة الحرارة يعني حاليا تقريبا أربعين درجة ميوية والتضاريس صعبة مع ذلك أنا كل حماس وثقة صراحة أنه راح نقدر نواجه الاختبار مع الرفيق القوي التبديل الأتوماتيكي الوضعيات التضاريس الوعرة صراحة كأني بفيلم خيال علمي خلني أجرب تغيير الوضعية وشوف إذا هي تجي يعني على حسن ما توقعت أو لا شوف يا بنورة ترى بمجرد السيارة لما تدخل تضاريس مختلفة النظام هو أتوماتيكي بيحس وعلى طول بيلبي للتضاريس تبعا للأرضية اللي هي ماشية عليها انت شايف النظام هذا سهل ولا لا الصراحة مريح بالحل يعني لا فيه انزلقات بالكفرات ولا شيء وحتى العزم لا فيه أي مشاكل لو غيرت التضاريس كيف الشعور يا بنورة؟ ترى الكثبان الرملية ما تشكل جهد على التانك 500 خلينا نحطها على وضعية الوحل ونشوف كيف داء التانك 500 مع المكينة القوية اللي هي الفي سيكس توين تيربو وتسع غيارات غير أتوماتيك الصراحة التانك 500 جدا متوازن وبصراحة رفيق يستحق ثقة التحدي الجاي هو التحدي الصخري ما تشوفه نلحظه قاعد يطاير على الطريق والمطبات اللي قاعد نضربها في السيارة بصراحة هذا الشيء يعتبر تحدي حقيقي للسيارة خصوصا من ناحية الشاس ومن ناحية الهيكل حقها ابو نورة ولا هم قد نحطه على وضعية الصخور ونشوف أداها على الصخور كيف وضعية الصخور المحترفة مع ناقل الحركة من تسع سرعات هذا بيقسم أو بيعطي دفع متوازي ومتساوي بتخلي التانك أداها على الصخور بطريقة ممتازة جدا ونسوق السيارة على وضعية الطرق الوعرة طلع لثيار الهيكل الشفاف شكل الميزة هذه مرة ممتازة ممكن تفرحها لي النظام هذا بيسمح لنا نشوف مسار الطريق وظروف الطريق تحت السيارة ويدمج المعلومات هذه كذبية مع بعض ويعطيك رؤية فانورامية حوالين السيارة وتحت السيارة وهذا بيخدمت بشيئين مهمين جدا اللي هو إيش؟ أول شي بيعطيك سلامة وأمان وثاني شي بيعطيك متعة في القيادة وأنت شايف حوالين السيارة وهذه الشيئ مهمة جدا بتفيد السايق وهو بيسوق السيارة خاصة على الطرق الوعرة عشان تتجنب الصخور والحجار اللي هي موجودة على الطرق الوعرة صادق نقدر نشوف السيارة من وراء ومن قدام حتى يعني السيارة من تحت واضحة بشكل كبير يعني أنا أشوفها مساعدة كبيرة خصوصا للي يضرب هالخطوط هذي الحالة والحين أبغى أشرح لك ووريك ميزة في السيارة اسمها تانك ترن وقف السيارة يا ابو نورا أيها نفك اللي هو المكابح الإلكترونية هذي نفكها بعدين نضغط على زر موجود هنا اسمه الزر اللي هو أفرود كروزر ونضغط على الزر الثاني اللي هو إيشتان ترن هذا الميزة هذا الزر لما تضغطه بيقلل من نصف قطر الدوران وبيخليك تلف السيارة على اليوترن أو على المداخل الضيقة بكل سهولة جدا ويقلل من اللفة عجلة القيادة مفيدة جدا جدا للسيارة أحس برس هاوى مرة قوية صراحة والمطبات محس فيها يعني صراحة نظام التعليق جدا قوي بازلت صراحة ما شفت شيء شديد بس واقع يعني خلنا نجرب شيء أقوى شوف أنت عندك قوة دفع في السيارة ونظام المكابح الموجودة فيها صراحة قوية جدا وهيكل السيارة الصلب هذا بيعطي مثل ما قلت لك صلابة وبيخلي السيارة تتصرف على طرق الوعرة بطريقة مختلفة تماما عن السيارات التانية من خلال تجربتنا واختبارنا للتانك 500 وحطيناها على التجربة الشديدة القوية على التضريس هادي والجبال وشوفنا إيش إمكانياتها وقوتها ومقدرتها ورساوتها على الطريق اللي تعكس على السيارة وصراحة يعني مثل ما شوفت يا أبو نورا إنه مش كل السيارات عندها الإمكانيات هادي والرساوة هادي والالتصاق على الطريق بوية وراسية صراحة لك بسمعه؟ أبو نورا اليوم كان طويل وصعب وحافل لكن صراحة استمتعت بكل لحظة فيها وأنا نفس الشيء صراحة سمتعت كل تفاصيل الرحلة على رغم التعب الموجود فيها ولكن سيارة 500 كفت ووفت وفي الختام أبو نورا خلينا نستمتع بهذا المنظر الجميل اللي هناك تعال معي شوف المنظر الجميل هذا؟